ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الإعلامي وشاعر عبد الحميد الصائح أهلا بك معنا في مساء العراق بداية تعزين لكم وللأسرة الأدبية برحيل الشاعر سعدي يوسف كيف تصف رحيله؟ شكرا لك في البداية العزاء للعراقيين جميعا ولجميع المثقفين العرب أدباء وغير أدباء أيضا لأن سعد يوسف كان يمثل ضميرا تاريخيا لهذه الأمة بإبداعها وبتحدياتها وبتقلباتها وبكل الظروف التي عاشتها سياسيا وثقافيا رحيل الكبير سعد يوسف يمثل خسارة فعلية لأنه آخر الكبار الذين أعطوا والذين غيروا في مسار الإبداع وأيضا كان نموذجا لتحديات المثقف إزاء التحولات السياسية سواء في بلده أو المنطقة أو العالم هذه التحولات دكتور صائح يعني عرضت الراحل إلى حملة انتقادات واسعة كيف تعلق على ذلك؟ بالطبع الموضوع العراقي خاصة موضوع لا يمكن الاتفاق عليه وموضوع متشعب للغاية ولذلك كل رأي هو يكون محل جدل طبعا الراحل سعد يوسف كانت له آراء كثيرة ومتشعبة أهمها والذي لا يختلف عليه إثنان هو موقفه من الاحتلال إلى بلده وكان صوته عاليا في هذا المجال لكن الدخول في بعض التفصيلات داخل البلد بعض الموازنات قسم الرأي العام إزاء موقفه هذا البعض انتقده لانفعاله تعرف أن الأديب والشاعر يختلف عن السياسي السياسي يتعامل مع الأمر الواقع بينما الشاعر أو الأديب صوته عاليا إزاء الحقائق العليا هذا الصوت بحماسه وانفعاله سبب الكثير من الجدل إذا ما تحدث به وهذه المواقف أيضا دكتور يعني المواقف السياسية تحديدا أثرت على مقبولية نتاجه الأدبي في الوسط لماذا هذا الخلط برأيك بين التوجهات السياسية والنتاج الأدبي؟ طبعا هناك جهل لا شك أنه الخلاف السياسي لا يقلل من أهمية المبدع ومن أهمية إنتاجه الإبداع الأدبي والإبداع الفني هو ضمير شعبي عام وليس موقف سياسي خاص تجربة سعد يوسف لا يمكن أن تختصر بموقف سياسي إزاء حادث أو إزاء شخصية معينة هو كان سعدي موجودا في كل شيء يتعلق بالثقافة العراقية وتحدياتها عمل في الصحافة كثيرا عمل في الترجمة وفي نقل الثقافة الأجنبية إلى العربية عمل مع الرواد في تحولات القصيدة الحديثة بالفعل دكتور وأيضا يعد من المقلين الذين لديهم غزارة بالإنتاج تقريبا اثنين أو ثلاثة وأربعين ديوان على مدى إنتاجه ولكن هنا نتحدث عن دور وزارة الثقافة دكتور في رعاية المثقفين كيف تجد هذا الدور إلى أي مدى أنصفهم؟ يعني بصراحة شخصية كبيرة مثل سعد يوسف لا تحتاج رعاية وزارة أو رعاية دولة أو حكومة إذا ما قصنا على الرعاية الصحية فهو موجود في بلد يوفر له كافة شروط الرعاية الصحية ولكن هو الجانب المعنوي ولذلك ما حدث في العراق من دعوة من الأخ وزير الثقافة ثم استثناها هي هذه التي أوجدت جدلا في الوسط الثقافي والوسط السياسي نعم من العاصمة البريطانية لندن كان معنا الإعلامي والشاعر دكتور عبد الحميد الصائح شكرا جزيلا لوجودك معنا